السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أسرف المرترين أهلا وسهلا بكم جميعا رمضان كريم في هذا الفيديو سأتكلم عن مقترحات الجغرافية النهائية وأنه قبل بداية هذا الفيديو الكثير من التنميذ دميته حول الفصل الثالث وأنه الفصل الثالث كما قلت لكم من قبل يقدر يطاح 50% في الجغرافية ويقدر ما يطاحش فبالتالي أنت لازم تطلع لها شوية تزالي رؤوس أقلام وتركز على الفصل الأول والفصل الثاني اتفقنا في هذه النقطة نبدأ بأول شعبة هي شعبة الأداب وفلسفة عندكم حركة رؤوس الأموال والتكنولوجيا عندكم أمريكا الدرسة أمريكا عندكم الجزائر في البحر الأبن المتوسط ومنطقة شرق وجنوب شرق آسيا عندكم شعبة التسير واقتصاد البترولة هو مرشح بقوة عندكم القمح كذلك أمريكا والهند بإذن الله تعالى سيتم إعطاء وضعية إدماجية حول البترول أو القمح فبالتالي أنه قرام ليح الدرسة البترول والقمح المندرج في المبادلات والتنقلات في العالم شعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضية عندكم منطقة شرق وجنوب شرق آسيا كذلك عندكم درس حركة رؤوس الأموال وإشكالية التقدم والتخلف والاتحاد الأوروبي شعبة اللغات الأجنبية عندكم القمح وحركة رؤوس الأموال والتكنولوجيا منطقة شرق وجنوب شرق آسيا وكذلك عندكم الاتحاد الأوروبي هذه هما المقترحات النهائية لمادة الجغرافيا بالنسبة للحرب البالي داراني انشرتهم يا تلاميذ من قبل وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في شهادة الباكالوريا وإلى اللقاء وصحة فتوركم